سؤال الثاني القضاء والقدر في الأخطاء الطبية قضاء الله وقدره واقعان لا محل ولكن هل يجوز لإنسان أن يحتج بخطأ طبي يقول والله هذا قضاء وقدر هو قضاء وقدر في كل شيء وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر لكن الإنسان الذي يودي الكلام تتكلم عنه الفقهاء قديما الطبيب الذي يخطئ في يعني مثلا يعالج الناس كذا فإذا لم يكن هو متقنا لهذا الأمر وأخطأ فيه فهذا يتحمل مسؤوليته نعم وإذا كان هو طبيبا وحاذقا ومختصا في هذا الأمر ففيه كلام معروف عند الفقهاء المهم أنه لا يجوز للإنسان أن يخطئ أو أن يرتكب خطأ ما أو أن يفعل كذا ويحتج بالقضاء والقدر فهذا لا يجوز نعم ومن يعني له شخص مثلا أخطأ طبيب فقتله أو كذا أو أن شخصا ما ليس متخصصا في هذا الأمر وضرب له إبرا أو أعطاه دواء فمات فهذا بإمكانه أن يطلب وأن يلاحق هذا الفاعل ويعني لا يسلم لهم حينما يقولون له هذا قضاء وقدر